بسم الاب والابن والروحة القدس الله الواحد امين كل سنة وحضراتكم طيبين وحشنا جدا وربنا يمدي ايده ونتقابل قري الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين انه بنعمة ربنا الصهرة بتاعة رأس السنة مفروض انها بتتكلم على التعامل مع صوت ربنا او كلام ربنا ابونا يوسف مفروض يكون اتكلم معكم بنعمة ربنا عن اشكال اللي بيها ربنا او الصور اللي بيها ربنا ممكن يكلمنا بيكلمنا ازاي ايه الطرق اللي ممكن يكلمنا بيها علشان كل واحد فينا يركز بودان ويسمع لصوت ربنا والكتاب المقدس يقول لي ويقول لكم على لسان رب المجد يسوع المسيح من له اذنان للسامع فليسمع بنعمة ربنا هتكلم معاكم النهاردة خلال عشر دقيق عن ردود افعالنا او ازاي احنا بنتعامل مع كلمة ربنا او مع صوت ربنا فهنشوف انواع مختلفة وكل واحد برضو فينا يقيم ويختم معانا ابونا داود بنعمة ربنا عن يا ترى ايه هي البركات اللي انا وحضراتكم ناخدها لما بنسمع لكلام ربنا او لصوت ربنا خلونا نركز في موضوعنا دلوقتي وهو ايه هي انواع الودان اللي بتتعامل مع ربنا اول نوع واصعب نوع وربنا يحمينا وانا متوقعش انه حد فينا كده في الودان اللي هي مفروض انها ودان عنادية ممتلئة بالعند ما يخصهاش ربنا بيولي اصلا والحقيقة وللأسف ناس كتير في العالم اللي احنا عايشين فيه ودانها من النوع ده وشوفنا حتى من خلال الكتاب المقدس ايام موسى النبي وشعب اسرائيل لما كانوا في ارض مصر شوفنا ازاي ودان فرعون كانت ودان قاسية بسبب كبرياءه بسبب ذاته بسبب خضوعه للشيطان وبالتالي بقى عصايا في ايدين الشيطان رغم انه ربنا طول باله عليه مرات كتيرة وشوفنا الدربات العشر اللي ربنا سمح بيها في الوقت ده علشان يوضح له انه ما يصحش تعمل كده وانك بتأذي نفسك وبتأذي شعبك وبتأذي بلدك كل ما تعاند مع كلام ربنا وشوفنا انه حتى بعد الدربة العشرة ويا دربة الابكار انه كل بكر في ارض مصر بيموت ولما ربنا طلب من شعب اسرائيل خروف الفصح يتبحوه واضعوه على القائمتين والعتب على ابوابهم عشان الملاك المهلك يرى الدم فيعبر عنهم وده كان اشارة لدم المسيح اللي بيخلصنا ورغم انه سمح للشعب انه يخرج الا انه الاخر لحظة بيعافر وبيكابر وعشان كده كتاب المقدس يقول انه الرب قص قلب فرعون يعني الرب قص قلب فرعون يعني انت عملت عاند وعملت كابر انا مش هشتغل في قلبك بقى وانا حاولت معاك وديتك فرص كتيرة فانا ساتركك لقساوة قلبك ودي حالة روحية صعبة جدا للأسف يا احبائي في العالم اللي احنا عايشين فيه فيه ناس وربنا عمره ما يسمح ان يكونوا مننا هو بالنسباله بيتعامل مع كلام ربنا وصايا ربنا بمنتهى الرفض ومنتهى الكبرياء وانه انا مش عايز اسمع لربنا ولا اسمع اصلا كلام ربنا ده اذا كان ربنا موجود في مرة شفت مقابلة تلفزيونية ما بين مزيع في قنوات مشهورة عالمية واحد بيطلق عليه انه نبي الالحاد يعني هو ده اللي بيبشر الناس ان ما فيش حاجة اسمعها ربنا احد العلماء المشهورين هو شاطر علميا لكن واضح من كلامه انه عنده مشاكل مع الله وعنده 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 والحقيقة هو كان في اواخر ايام ومصاب بمرض صعب جدا والمزيع سأل سؤال عجيب قوي قال له انت دلوقتي يعني المرض بتاعك مفروض نهايته ان يبقى فيه موت قريب وفيه موت مع تعب مش ناوي تراجع نفسك في موضوع ربنا ده مش خايف لا تقابل ربنا ويطلع ربنا ده حي والكلام اللي بيقولوا المؤمنين ده حقيقي ويسألك عملت ايه في الكلام اللي انا قلته والوصائل اللي انا قلتها الحياة راجر رد بمنتهى الكبرياء والذات قال له بص انا لغاية دلوقتي المرض ما وصلش المخي فكل قدر اقوله انه ما فيش حاجة اسمها ربنا وكل واحد فينا يعمل اللي شايفه مناسب لي طالما ما بيتعرضش مع الاخر وبالتالي سيبك من الكلام ده لو انت عايز تخوفني علشان اراجع نفسي يعني انا مش هراجع نفسي وعموما بص بقى بيقول ايه عشان تعرفوا الكبرياء والذات وانه عنده مشكلة لو بعد شوية المرض سيطر علي واثر على مخي وجيت في وسطيكو مرة تانية قلتلكو توبوا وارجعوا والكلام اللي بعض الناس ساعات بيقولوه ده هتعرفوا ان ده بسبب المرض مش بسبب اختناع انه ربنا موجود ياه للدرجة دي انت رفض ربنا للدرجة دي انت بتكابر حتى مع ظروفك الصعبة دي اه للأسف في الحياة اللي احنا عايشين فيها العالم اللي وضع في الشرير بنلاقي ناس بتعمل كده مش عايز يسمع لصوت ربنا ويعاند ويشكك اصلا في وصايا وكلام ربنا في نوع تاني برضو من انواع الودان اللي بتتعامل مع ربنا وهي الودان اللي بتسمع بس مش بتعمل بتكبر دمخه بتسوف يعني تسوف حاضر بعدين لما شوف وكلنا شوفنا قصة بولس الرسول في سفر الاعمال لما وقف قدام فيليكس الوالي وكان فيليكس الوالي عايز من بولس بالذات لما عارف انه ليه جنسية رومانية انه عشان يطلقه ياخد منه رشوة ياخد منه فلوس يعني وقف بولس الرسول يدافع عن الامام بالمسيح ويكلم عن العفة والطهارة ويكلم على وصايا ربنا وتعليم ربنا ورسايا ربنا لنا لدرجة انه سفر الاعمال يقول يقولكم ارتعب فيليكس الوالي يعني ارتعب فيليكس الوالي يعني اتخض جدا من جوه روح ربنا خبطه علشان يتوب طب هتعمل ايه فيليكس هتقدم توبة هتطلق بولس الرسول وتقعد تراجع نفسك الحية ما اعملش كده سفر الاعمال يقول انه شاول لبولس وقاله امشي يعني مش عايز اسمع كفاية ومتى حدث لي وقت استدعيك يعني لما ييجي وقت ويجي لي وقت هقدر اجيبك تاني ونقعد مع بعض وللأسف ويخسارة سفر الاعمال بيقول ان بولس الرسول ما تمش استطعقه مرة اخرى من فيليكس وضعت منه الفرصة ولم يسمع لصوت ربنا ففيه نوع مش هيعاند بعنف ومش هيصطدم ومش هيتريع على كلام ربنا لكن مش هيشتغل هيعمل مشواخت باله هيقول ما احنا يا ما سمعنا ويا ما قاله ويا ما تأثرنا واحنا جضمننا ان الكلام ده يكون مظبوط الحقيقة في الوقت اللي فيه ناس كده هنشوف بعد شوية ان فيه ناس بتسمع وتتأثر وبتاخد اكشن قوي يبقى اول نوع المتمرد الرافض بعنف النوع التاني اللي هيسمع ومش هيقول حاجة مش هيعلق زي بعض الناس مثلا ساعات اللي ينكروا وجود ربنا تليه داخل مثلا على الترانيم والتسابيع بتاعتنا ويعلق كده يقول يا انا برتاح نفسيا جدا لما بسمع الترانيمكو او وعزوكو او لما بسمع التسابيع بتاعتكو طب وتعمل ايه ولا حاجة انا برتاح بس يعني انا لما بسمع الكلام ده بيريحني لكن في الاخر مش بعمل حاجة النوع التالت وده نوع بيعمل ولكن جزئي يعني ايه يعني ديكم مثلا احنا زي ما شفنا مع ابونا يوسف انه كلام ربنا طبعا بيجينا من الكتاب المقدس بيجينا من الوصايا وبيجينا من التعليم ففي ناس تعمل ايه يا احبائي تنقي وصايا تنفذها ووصايا تانية ما تنفذهاش يعني تلاقي فيه واحد مثلا غني جدا حنين قوي على الفقر وفعلا بيقدم فلوس كتيرة لاجل اخوة الرب ويحب يوقف جنب اخوة الرب برافو عليه ربنا يعوض طيب اخبار احب اعدائكم اخبار صلوا لاجل الذين يسيقون اليكم اخبار الكلام ده ايه يقولك لا الوصايا دي الحياة وصايا مش عملية والزمن اللي احنا فيه لازم تاخد حقك بايدك واللي يدايقك عين بعين وسن بسن واللي يدايقك او اللي يبتدي يستاهل لاجرانه يعني ايه لا مفيش حاجة اسمها اخفر بقى وسامح وحاول والكلام ده طيب اخبار عينيك والشهوة يقولك يعني ما احنا العالم كله صعب هنعمل ايه وكل الناس بتعمل كده ويعني المسيح قال اللي نظر الى امرأة فاشتها فقد زنى بيها في قلبه يبقى معنى كده ان كلنا كده كده بنزني يعني فضايع ضايع لا ارحيئة معلمنا بطرس الرسول بيكلم على انه كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتأديب للتعليم للتوبيخ كلم على انه كلام ربنا كله موجود علشان كلنا نحاول ومفيش حاجة اسمها ان فيه وصايا او تعليم او رسالة من ربنا اطنشها جايزة كون مش فهمها بتتعمل ازاي جايز يكون ضعيف وفيه خطية معاناة لسه بحبها هنا زي ما بنشوف وزي ما بعلمنا الاباء القدسين ان انا وانتم محتاجين نسرخ لله ونعمل مطنيات ونصالي نقول له رب بالذات الخطايا اللي احنا بنحبها غيرنا يا رب وكرهنا فيها قلبا نقيا اخلق فيها يا الله روحا مستقيما جدده في احشاء اوعى تستسلم وتتعامل مع الوصايا دي وكلام ربنا ده على انه انت مش عامل انك مش واخب باله لا طالما ربنا بعت كلام وطالما ربنا بعت مواقف وبعت احداث يبقى هو عايزنا الراجع عن فسنا يعني بعض الناس عاد والغاية دلوقتي في موضوع فيروس الكورونا ده بعض الناس بتسأل هو ربنا اللي جاب ده ولا اللي ما جابش ده هل فيه هدف ولا ده فيروس كان موجوده وبعد شوية تم تطويره ولا فيه ناس بتلعب في المعامل البيولوجية عشان تطولينا اسلاح مش ده موضوعنا الحقيقة موضوعنا قبل حتى ما ناخد الفكسين انه انا وحضراتكم نهتم انه الفترة دي نرجع فيها نفسنا مش جايز نكون الدنيا كاتوغدانا ده اكيد مش جايز يكون علاقتنا بربنا كالسطحية محتاج يبقى عندنا وقت نقدر نعمق العلاقة الى اخيره من نوقات مهمة جدا فيه نوع من الناس ياخدوا جزء ويسيبوا جزء النوع الاخير هو ده النوع اللي عامل زي الارض الجيدة اللي لما يسمع لربنا اولا يقبل حتى لو الكلام فيه شوية شدة يعني فيه ناس لما صوت ربنا وكلام ربنا يوصل لهم يسيب الموضوع ويقول لك هو ليه اب اعترافي شد علي كده هو ليه الاحداث بتاعت الدنيا فيها قلة بركة وفيها حاجات مش حلوة هو ساب الموضوع وركز الموضوع او الكلام ووصله ازاي لا بصوا داود النبي يقول في المزمور ايه يقوله ربنا تعبير عجيب جدا يقوله خير ليه انك ازلال تاني يعني بص يا رب ده تعبير صعب بيني وبينكم بيقوله يا رب كون انك سمحت ببعض المشاكل في العالم وبعض الضيقات انا بشكرك ليه يا داود بتشكرو اصل انتا رب لما بتسمح بالكلام ده عايز نتوب عايز نرجع عايز نقول انه في حاجة في الدنيا ما بتديش فرح عايزني افهم ان العالم قد وضع في الشرير وكل النوقت دي مش لمصطحتي وانه العالم مش هيفرحني بجد ويبتدي بعد ما يقبل ياخد اكشنز بقى يراجع نفسه يراجع الناس اللي بيتعامل معها يراجع علاقته بربنا يراجع ازاي يقدم توبة ويقعد مع اب اعترافه يقول ايه التدريب اللي ممكن اخدها وايه الارشاد اللي ممكن ابونا يدهوني عشان اشتغل على الخطيه دي وبنعمت ربنا مع الوقت اترفع عنها بصوا يا حبائي في الوقت اللي فيه ناس كتير جوه الكنيسة وبتخدم ممكن تضيع عمره وهي مش مركزة فيه ناس سدقوني بيجوا من بعيد ومن بعيد اوي وودانهم بتسمع وبتسمع اوي وبيغضعوا الربنا يتوضعوا قداموا ويقدموا توبة بجد فيعرفوا يفرحوا بجد بنبتدي سنة جديدة ودخلين على عيد الميلاد وعايزين نفرح بالبشارة اللي بشرها الملاك للرعاة هانا ابشركم بفرح عظيم يكون لجامعكم اخوى فرح ان انا وحضراتكم نسمع لصوت ربنا ونتجاوب ونقبل ونقدم توبة ونمشي في السكة ساعتها الفرح حيبقى فرح حقيقي زي ما قال رب المجد يسوع المسيح لتلاميذه اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم مش هنعرف نشوف ربنا غير بالتوبة ومش هنعرف نشوف ربنا غير لما نغضع لكلامه ونغضع لصوته ربنا يديني ويديكم في بداية سنة جديدة نقعد نراجع نفسنا ونقدم توبة بجد علشان نفرح بجد وعلشان نستفيد من الرسائل ومن الاحداث ومن الوصايا ومن التعليم ومن كلام ربنا بجد كل سنة ونطيبين ولإلهنا المجد دائما ابديا امين شكرا